متابعة للتطورات من لبنان تحديدا من رميش جنوب لبنان ينضم إليها مراسل عربي علي رباحل من تطورات أو إضافات لمعلومات التي ذكرت بخصوص ما جرى مع اليونيفل وتفضل بما خص موضوع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هنا نتحدث عن المراقبين الدوليين الذين تعرضوا لانفجار بحسب طبعا قوات اليونيفل وبيان قوات اليونيفل الانفجار حصل في هذه المنطقة منطقة قطمون في أطراف بلدة ترميش طبعا خلف تلك التلة تحديدا وبالقرب من المواقع الإسرائيلية تلك التلة عموما لا يمكن لأحد من سكان المنطقة أو أي شخص آخر أن يصعد إليها باستثناء قوات اليونيفل والجيش اللبناني الذين عادة يسيرون دوريات مشتركة في تلك المنطقة وعلى طول الخط الأزرق المعلومات بشأن هذا الانفجار شحيحة جدا عندما سمع صوت الانفجار كانت المعلومات تتحدث عن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخ استهدفت فيها المراقبين ولكن سرعان ما نفت إسرائيل هذا الأمر سكان هذه البلدة يقولون ديما بأن هذه المنطقة هي مليئة بالألغام وبالتالي طبعا نحن لا نتبنى هذا الكلام ولكن نردد ما يتم ترديده هنا بشأن هذا الانفجار الذي لم تعرف طبيعته حتى هذه اللحظة وكان يصعب علينا وعلى سكان هذه المنطقة بطبيعة الحال أن نصعد إلى تلك التلة لمعرفة حقيقة ما جرى ولكن أيضا قوات اليونيفل على لسان المتحدث بقوات اليونيفل أشارت إلى أن هناك تحقيق بهذا الانفجار وأيضا طالبت كل الأطراف بوقف إطلاق النار لمنع مزيد من الدماء على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة على المستوى الميداني شنت القوات الإسرائيلية تحديدا المقاتلات الإسرائيلية سلسلة من الغارات حتى هذه اللحظة نتحدث عن ثماني غارات خمس غارات منها على بلدة الطيبي غارتان على وادي حنين إضافة إلى غارة استهدفت منزلا في بلدة النقورة تزامن ذلك مع قصف مدفعي طول أطراف بلدات عدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة من جانبه حزب الله شن حتى هذه اللحظة بحسب بياناته خمس عمليات استهدف فيها مواقع إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وفي القطاعات الثلاث القطاع الأوسط حيث نتواجد نحن والقطاع الغربي والقطاع الشرقي أيضا استهدف تجمعات لقوات الاحتلال استهدف آليات لقوات الاحتلال ولكن ربما الاستهداف الأبرز اليوم بما أننا نتحدث حتى هذه اللحظة عن عمليات تقليدية روتينية هي استهداف مستعمرة إدميد عادة عندما يتحدث حزب الله عن استهداف المستعمرات ومباني داخل هذه المستعمرات فذلك ردا بحسب بياناته على استهداف القرى والبلدات اللبنانية وتحديدا استهداف المنازل وهناك طبعا منسوب استهداف المنازل ارتفع كثيرا في الأيام القليلة الماضية والدمار كبير على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة على المستوى الميداني ديما يمكن التحدث عن تراجع القصف والقصف المضاد خاصة وأننا نتحدث عن هذا القصف على ضفتي الحدود لا نتحدث عن عمق جديد على سبيل المثال إنما يتركز القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية في المقابل طبعا يركز حزب الله عملياته على المواقع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة شكرا جزيلا لك من رميج جنوب لبنان مراسل عربي علي رباح